السلام عليكم وعودة من تاني بس بتجربة المرة دي علشة أجرب فيكم يعني فكرة إضافية للحلقات قلت جايز تكون مفيدة بأن يكون في حلقات بودكاست ممكن أستضيف فيها أي حد حابب يدردش شوية يحكي تجربته وممكن حد يستفيد منها تبقى دردشة مفتوحة يعني الكلام يجيب بعضه لأن الحوارات دي ممكن يعني ناس كتير تستفيد من حلول غيرهم لقوها أو نقاش تجارب حد مر بيها وإيجاد مقترحات لحلها ممكن يفيد برضو ناس تانية بتمر بنفس الظروف أو التجربة وطبعا ده هيتم بدون ذكر أسماء ولا وجود فيديو أو صور هيكون صوت بس زي ما هتشوفوا النهاردة أو زي ما هتسمعوا النهاردة النهاردة معي طبيب نفسي متخصص في الـ ADHD ومتصخص ADHD حابب يحكي شوية يعني من دردش عن تجربته جايز يكون فيها حاجة تفيد حد فخلينا نجرب ويريت يعني شوف رأيكم في التعليقات مرحبا بكم في الهيمالايا يا دي النور يا دي النور منورنا دكتور ربنا خريكي بش الله يكرمك أنت صح أنت قلتلي أنت تدكترت أم لم تتدكتر بعد لا تدكترت معك رخصة يعني يا سيدي فرصة سعيدة جدا أننا نستفتح بيك والعالة الموضوعات يكون في فايدة لحد إن شاء الله يا رب فطبعا زي ما حضرتك عارف بسبب الطقس والأحوال الجوية يعني مش هنذكر أسماء ولا فيه طبعا فيديو بالرغم أنت ما شاء الله أنت بتكلم مصري كويس جدا بالرغم أنك من جزائر قلتلي لا أنا من مصر أنا من مصر في الأصل ما شاء الله يعني الزكاء ما شفتش صراحة رب ما يخليك لش طيب خلينا نتوكل على الله ونبدأ أنت هل أنت أصلاً تشخصت عندك RHD ولا أنت شخصت نفسك ولا لا لا تشخصت تشخصت طبعا قبل ما تدرس ولا بعد بعد ما أنا في الكلية يعني ما دخلت ما كانتش في بالك ما كانتش عندك أي فكرة عن الموضوع لا ودي كانت معاناة يعني شديدة جدا يعني احكي لنا كيف اكتشفت لحظت الاكتشاف أقول لك أنت وإزاي وأخذت أديه عشان تستوعب الموضوع أصلاً أوكي وإنه فرق معك ماشي هو الموضوع بدأ من البداية الخالص من صغير اللي كان فيه حركة كان لازم يعني كان المين سيمتوم كان المين سيمتوم أن أنا الأعرض الرئيسي يعني أن أنا كان لازم أتحرك علشان أركز لازم أتحرك علشان أركز أنت كنت حاسس أن دي مشكلة أو أن دي حاجة مختلفة عن اللي حواليك أو أن ده مستطبيع أه طبعا بس اللي حواليه كانوا بيحاولوا أن هم إيه أنت كويس أنت كويس لا تفكش حاجة أنت محسود أنت أنت بس هي الفكرة أن الواحد لأنه ببقى طول عمره كده فبقى متخال أنه ده العادي وده طبيعي طبعا 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 وأن كل الناس زي كده فده رب عندي آليات ماسكنج شديدة جدا انهارت تماما لا الماسكنج ده لما كون أنت عارف أني فيه مشكلة أدبتيش ممكن نسميه أدبتيش إنما أنت مش حاسس أني فيه مشكلة أنت حاسس أنه دي حاجة طبيعية الناس كده وأنا كده زيه زي الناش نسميها أدبتيش نسميها أدبتيش أدبتيش ده حقيقي صحيح فالمشكلة أنه الأدبتيش ده استهلكني جدا 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 فروحنا يعني فكنت بطعت جدا في أيام الامتحانات في أي مرحلة دراسية في الأعدادي وفي الابتدائي كنت بقى مرعوب وأنا دخل الامتحان وكنت كان فيه حاجة غلط كان فيه حاجة غلط إحنا مش عارفين إيه هي بس الواقع ده مش طبيعي التوتر جدا طب غير الامتحان أنت عموما في المدرسة كان بيبقى فيه مشاكل يعني كنت فعندك مشكلة مع الدراسة طبعا كان عندي مشكلة ما كنتش بتحب المدرسة جدا 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 ما بحبش أروح خالص ما بحبش حد يذكر لي أنا بعايز أذكر لوحدي أنا عايز أذكر لوحدي في الأول كحال أغلب الهداية دي في الأول كان في حد بيشادو كازاي شادو تيتشر كده اللي هو والدتي في البيت في مرحلت الابتدائي وبعدين بدأت تسيبني طبعا لإن أنا كبرت هذا الموضوع بقي حالتك فاهم إما أنت لو تعودت إنه لازم حد معك بيذكر لك هلازم عبدني أطوع لا مش دي الفكرة هي مش دي الفكرة هي مش دي الفكرة الفكرة مش فكرة مش فكرة تعود على قد ما هي فكرة إحنا لو بصنا بالموضوع بنور البنيفرين ودوبامين النور البنيفرين ده هو الحاجة اللي بتزقك والدوبامين ده هو الحاجة اللي بتتلفاك إنت باصص إنت لو تخيلنا واحد باصص كده على الشمس وهو ماشي في صحراء تمام وعارف إن الشمس دي فيها مكان هو خلاص هعرف يعني أنا خلاص هوصل لبر الأمان لو شفت الشمس دي فالشمس دي هاتدوبامين والحاجة اللي بتزقك من وره بتخليك تندفع أو تتحرك هو النور البنيفرين خلاص اللي هو الإدرينالين يعني خلاص فالتعليم نظام التعليم لا فيه نور ابنفرن ولا فيه دوامين انت بيبقى الموضوع لازق جدا ان انت ما فيهش حد بيزوك من وره ولا فيه حد بيوريلك طريق نور انت شايفه فانت لا شايف حاجة قدام ولا شايف حاجة وره فانت واقع في النص فهي دي الفكرة لكن لما في المرحلة الأورانية وده حال الهي فانكشن من الهي اتش دي ولسه هتكلم عنه بالتفصيل ده بيبقى شخص متفوق جدا دراسيا لانه ملقاش غير الدراسة هو عقليته هو شخص بيبقى عنده انيجرام طايب سري برسوناليتي اللي هو الاتشيفر برسوناليتي اللي هي الشخصية الطموحة اللي هو انا عايزة ابقى احسن واحد انا من التوب وان برسنت وبيبقى عنده انتليكش والاوليتز عالية جدا انه هو يوصل لده فالفكرة ان الشخص ده بدل ما الاطفال بيبقى الهايبر فوكس بتاعهم وبيبقى انا بحب ألعب انا بحب أتحرك انا بحب أشوف انا بحب أعمل هو ده بيحب يتحرك وبيحب يعمل كل حاجة وتمام تمام وبيحب يركز قوي 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 في الحاجة اللي بتبديله لا هو ده انت عارف بيبقى ايه ده بيبقى اكتشف سر الخلطة بالظبط هو عارف يعني خلاص الموضوع المذاكرة ده يعني هو عارف الماسكة بتاعته وبقى بيعمله وهو سايب ايدي من غير ما يفكر اه بالظبط وانه لقى نفسه فيه يعني ما هو لما هو لما لقى نفسه فيه بسبب الفاليديشن وانه لقى الموضوع سهل في الأول في حاجة فيه ناس كده هي بالفطرة عارف يعني بيتلاقي رشق في الموضوع ركب وعاشق ومعشوق يعني ما لقى الصعوبة والدنيا مشت معه بسلاسة فده حفزه أكتر فكمل أكتر لغاية لما أتقن الموضوع وأتقن يعني بقى يعني قدر ينمي مهارات المذاكرة بتاعته بدري اها اها ده حيئي ده حيئي فجي بقى وقت المدحانات اللي بجد تقيلة كان الموضوع خلاص ومش محتاج يفكر لا بس بس هاي المشكلة انه هو ما فيش سابورت كفاية للناس دي السابورت السابورت مختفي تماما سابورت ده ان حد ما بقولك اللي احنا نموذج اللي احنا بنتكلم على يعني عليه ده نموذج محظوظ هو ماشي معه بالحظ هو حظه حلو حظه حلو في انه كان في بيئة كويسة مناسبة لي اه ما وطرتهوش هاي المشكلة جوه المدرسة جوه المدرسة بس كان لطيف فما كرهش المدرسة جرب يذاكر عارف بالسليقة كده بالفترة يلقط مهارات المذاكرة المناسبة لي فبقى عنده عارف عارف ان هو لما يحب يذاكر يعمل ايب الزط الناس دي بيجي معهم مشكلة خطيرة جدا يعني هو اكتر شخص حساس يعني ممكن كلمة توديه وكلمة تجيبه اه مش هو بس كل كده كله كده كل الهدهات كده كل الهدهات كده كل الهدهات كده إلا لو إلا لو هو بقى عنده يعني قدر يطور الكوبينج ميكانيزم تاعته للنقطة دي بحيث ان هو يعني بيعرف ازاي تجنب الناس اللي عارف انه هما توكسك بالنسبة له بالضبط المواقف التوكسك الأمان التوكسك هو بيعرف يتلافها أصلا من غير ما يفكر برطه من غير ما يفكر هو بقاش عارف هو عمل كيرا ليه بس هو بحيث انه دايما ما هي لنفسه البيئة والظروف اللي تبقى مساعدة ده هي بس هي المشكلة زي ما قلت لحضرتك ان الشخص الاتشيفر ما هي ولك الموضوع في جزء كبير حظ الموضوع في جزء كبير حظ يعني ما فيش حد بيختار أهله مثلا لا البيئة اللي هو عيش فيها حدش بيختار مدرسته الناس اللي حواليه فهي لو كانت نساء الحظ في جانب من دول ده احنا نفسه هنطلع بلاوي في الحيطة دي بس وكملت 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 لحد ما دخلت السنوي ومسالما بدأت بقى الاحداث تتصارع في ان انا دخلت الكلية خلاص بقى انا دخلت كلية التب فتمام يعني ده حاجة حلوة بقى وجميلة واكيد يعني يعني تبقى بدينا زوادي في الخلاط بزي اللي فات بس انت كونك وصلت لانك تدخل طب اه حاجة وشتغلت انا احب رأسينا دي اوي اه فده معنى انت مفروض يعني ما كانش عندك مشاكل في الدراس مش معولة افاوختي في سنوي عامة فجأة لا ما هي هيا الموضوع جايب بكوب الميكانزم رشيت ما تكسفش بس انت كوب الميكانزم هو حقيقي كوب الميكانزم هو حقيقي كوب الميكانزم الغش لا 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 كوب الميكانزم كان مني انا كان جاي مني انا لأ ما بحث المذاكرة قصدك اه يس في حاجة خطيرة الناس لو فهمتها ترتاح لو فهمت المعلومة من الصفر جاية منين أعقلك هيحب المعلومة ولو حب المعلومة انت هتبقى مضمن لي أنا كنت كذا أنا كنت مضمن مذاكرة ما هي بقى انت فهمت سر الخلط أه يعني انت أما في الأول المعلومة ما قومتكش عشان تفهمها لا لكن في غيرك لا بيفضل قاعد بص قدامها كده أيها طبعا يحاول بص لها مليمية مش شمال يس يس مش جاية مش جاية خالص وناس كتير أنا شفتها كده ones they are treated بيبقوا حاجة تانية خالص لسه هتكلم عن الموضوع ده احنا هنجيب أجر معي الفاكرة كل واحد عنده طريقة فهم مختلفة تحقيق طريقة تعلم مختلفة تحقيق واحنا للأسف في المدلس احنا عندنا نظام تعليمي بيحط الناس كلها في نفس القالم فالمحظوظ اللي بيقدر يكتشف طريقة التعلم بتاعته من بدري مع نفسه لأنه مفيش حد يساعده غالبا مفيش حد يساعده وهي بتبقى حظ غالبا وللأسف حظه مش بنفس الكواسة بيدخل بقى في ترومة بقى وبيقفن خالص يعني خلص موضوع المذاكرة والدراسة ده السكة دي بقى خلص قفلت فوش مش مكمل فيه ده حقيق ده حقيق للأسف الشديد بس فهي فما دخلت بقى كلية اكتشفت بقى ليه بييجوا يعني 80% من الحالات اللي بتيجي دلوقت بتبقى داخلة عننا كده هو أنا وقعت من الكلية أنا دي سمعتك يعني يعني ايه وقعت من الكلية بص يعني هو مش انت هو اللي بيجي لك هو كان ماشي كويس عامل نفسه ماشي كويس بدأ الدروب يحصل لما داخلك كلية يس 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 محسوبك ومحسوبك برضي في حالة أنا أقولك ليه وأنا هقولك بعديك المدرسة نظام المدرسة الدنيا عندنا واحد زي ده واحدة واتنين ده حقيقي انت فيه عندك سؤال محدد إجابته محددة وإحنا كهداية ما بنحبش الدنيا العيمة ده حقيقي لأن انت يعني ما انت شايف كل حاجة بنفس الأهمية انت ما تعوم لهاش ما تعوم هاليش بي زيادة أنا مش ناقص المدرسة في المدرسة لأ كان عندك سؤال محدد إجابته يا كذا يا كذا يا كذا خلصنا يقول ليه لأ بيكتب لك عنوان الفصل في الكتاب وجنبه علامة استفهام ده تحقيق خير يعني عاوزي ايه يعني وانا ايه وانا كنت كنت كلية يعني في مجال أدبي تربية من مواد اللغة أنا كنت دخل عشان حابب لغة تدخل تربية انجليزة كل مواد اللغة الحمد لله كان يعني بتاعت قدرت فيها عليها لأني برضو اللغة كنت فهمت سر الخلطة من غير مذاكرة ومن غير حاجة خلاص أنا بعرف انجليزي كويس من غير مذاكرة أصلي معرفش يهو ليه دي صح ليه معرفش بس هي صح إنما المواد الترباوي بقى هي اللي كان كنت فيها في الضيعة فكانت سنوات الكلية دي سنوات إحباط أسف الشديد يعني ما روحكتش يعني ما تخرجت الحمد لله ما ضدلرتش يعني بس بس نفسيا ما كانش عندي نفس الثقة في نفس اللي كانت قبل الكلية أسف الشديد ويعني عندي ترومة أصلا من الكلية والمكان اللي كان جمعة والمكان المدينة اللي كان فيها كلية أصلا بقى يعني بكرها ما حبس أروحها أصلا ميتو ولا عدد من جنبها حتى يعني المكان كده كله بالنسبة لي بقى مقبض والمرات اللي اضطريت حتكت مثلا بعد سنين يعني أنا روح الكلية ولا حاجة عشان أطلع ورقة مطلوبة مني وعلى بتاع كان مكان مقبض بشكل هي خلقة هي مش مكان جميل يعني بشكل طبيعي بس الموضوع تزاوده بالزيادة بس شديد بس فأنا ما دخلت الكلية يعني الصدمت بقى بأن كل اللي كان في دماغي عن أن أنا حقق حلمي بقى وبتاع والكلام ده بلح مفيش حد بيشغل أنت خلاص جمع أنت مع نفسك والإديتش دي عنده هو عايزي حقق العدالة بشكل ما ده مش عادل اللي بيحصل ده حرام ده حرام وأبو الحرام الكلية دي حرام والنجفة دي حرام آه آه دي مشكلة تانية يعني أنت في الجامعة الدكتور ده بيتعامل معك كأنه نص إله أوكي لا كاب أو بيتعامل مع الطلبة على أنهم حشرات يعني مش باله أن أنا أن أنا لما أنسى أو أنسى أعرف الناس حاجة أو أعمل حاجة كده بسهب وممكن أضيع فيها مستقبل حد مش باله خالص يعني أيه طبعا 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 يعني فما كانتش كانوا بيسرقوا المحاضرات من على السلايد شير ويحطوها أنا الحمد لله أن أنا مسك نفسي كان إيه بيسرقوا المحاضرات من على السلايد شير ويحطوها مين دول الدكاترة الدكاترة بيسرقوا محاضرات مين بيسرقوا محاضرات من على النت محاضرات واحد مثلا هندي كاتبها واحد هندي واحد هندي كاتب محاضرة مثلا عن بكتيريا الفلورا أي أن كان أي هاتش يوم هو أعرض لك المحاضرة وما يديكش محاضر بس ما يحاضرش في نص ساعة ما يحاضرش أنا جيد زي زي ما جيتش أنا مش خلاص فأنت منين عايزني أحترمك يعني قمنا المعلم وفيه التبجيلة كده المعلم وأن يكون رسولك منين أجيب منين طيب أجيب منين وأنت مش مش معلم أنا أجيب منين تستغرب لين من ربط فعلي بعدين العنيف والسيء معاك ده 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 يعني دي كده مشكلتي وأنا فأنا بقى إيه بالكومي الميكانيز من بتاعي بخبائي هتعامل إيه عدت بقى حاوله فأنا معلومة من الصفر وفي نفس الوقت أحافظ على درجاتي في الجامعة فأنا تساعدت يعني قلت أقوله الثاني مستمع تساعدت إن أنا ما بين ما بين نارين طب وده وده بتعيد اختراع العجلة بتعيد اختراع العجلة وما ما فيش وقت لده آه آه اللي هو أنا هزاكر وهستفيد في الموضوع عشان أحب الموضوع وعشان نفسي بعدين وأجي قبل زبوعين من الامتحانات أنا هزاكر بقى وراء المحاضرات وراء المحاضرات اللي هم سرقين وبرضو من نفس المصادر والامتحان بعدين ييجي في حاجة تانية أنا بكلمة عن قريطة الطب أنت هتروح تنقذ أرواح بشار دي كارسة دي كارسة وكلام كله قديم وما فيش evidence based ما فيش أي حاجة بلح فأنا أخذ الكلام ده أحفظه علشان ما عرف أدخل الامتحان لو حاولت أربطه بالل أنا فاهمه بيحصل يشل هتشل مفيش مفيش أربط إيه بإيه يعني مفيش حاجة أنا أذكر معلومات غلط عشان أنجح أحمل إيه طب فكون تاجي قبل الامتحانات بقى هي دي فترة تستطيع عن نفس بتتفرج على الناس الناس ماشية عادي طب ما تزاكر طب ما تحفظ طب ما تعدي طب ما تزاكر يا ابن عشان درجاتك خلت ما استغرب بفتح بقى طب أزاكر إزاي وأنا مش فاهم مش لازم أفهم عشان أفهم الكلام ده بيقول إيه علشان أقدر أدخله في مخي وبعدين أرصه في الامتحان وقال الامتحان بعدين ييجي ميتخذ من المصدر الرابع طب نزله نموذج إجابة لا ده عندها أربع حاجات ملهمش أي علاقة ببعض لا المحاضرات ولا المحاضرين ولا الامتحانات ولا الإجابات واتفور طب أنا عاملي دلوقتي فجيت ورحت متعلق في النص كده إن هو خلاص طب هعملي بدأت بقى رحلة إلا أنا شوف تشخيص وطلع عيني اللي خلفوني أنا تسحل بدأت تشوف بدأت تشوف تشخيص إيه إنت عرفت إنت إنت حسيت إن فيه مشكلة أصلا أو ليه حسيت إن فيه مشكلة محتاجة تشخيص نفس الفكرة اللي بتيجي بقى لكله دلوقتي حاليا ADHD دايما بييجي غالبا بعن anxiety ودبرشي دايما بييجي غالبا بعن anxiety ودبرشي فبيبقى نغطي على الكور اللي جوه فيه كور فيه حاجة في الأساس في الأصل جوه مثلا ما سيتش هما فمبيلشوهش فكل تروح لدكتور مش متخصص في ده فبيعالج الأعراض والمسخط متخصص متخصص ADHD لا مفيش حد متخصص ADHD تحديدا غير ناس معينة يبقى مش متخصص لا متخصص متخصص في الطب النفسي ايه ماشي مع الطب النفسي ده محتاج يتخصص فيه في حاجة محددة لا لو مش متخصص ADHD هيشخصك حاجة تانية اللي هو عارفه هو ما يعرفش ADHD هيشخصك حاجة تانية مهصب ميجرس دي مفيش مشكلة منها بس انت لو مش عارف ADHD مش عارف بايبولر مش عارف depression مش عارف anxiety مش عارف تفرقهم من بعض دي مشكلة كبيرة وده يرجع للأصل ان انا نسا حكيه عن الكلية ادي الكلية هي واضي اللي بتخرجوا انا متخرج منها او عارف او ممكن يبقى دكتور شاطر ممكن يبقى دكتور شاطر جدا لكنه مش متخصص في الـ ADHD فمش هيعرف ان الانسايت اللي عندك دي او depression اللي عندك ده السببه اصلا الـ ADHD مش جاي لوحده او هديك حلقة تهدي ده بيشتري اذا كانوا بيديك يعني كان انت عنك صداع عنك صداع بسبب مشكلة في عينيك طيب فايطل بيديك مسكنات للصداع بدل ما تعمل نظارة حلو حلو قوي جميل جدا يديني مسكنات والصداع بيحولني على بتاع نظر ده اللي ما لو يحولك على بتاع نظر ده معنى انه بيقولك انه ما بفهمش في الحتة تي وتعرف دي في مصر اوه يعني في مصر يعني ايه حد عدى من قدام باب كلية الطب ما يفهمش يعني ايه اه اه ما ينفعش يعني فاديل مش كده فاديل مش كده قول ما عرفش لا لو عدى بس من قدام باب كلية الطب بقى دكتور يفهم في كل حاجة مش في التخصص حتى بس بتاعه لا وبيفهم في كل حاجة انا دكتور يا حد ماشي احدك دكتور متخص في ايه دكتوره خلاص لا اله الا الله تلاقي في السكة تانية خالص وليش علاقة بالموضوع يعني دكتور بقه وعصاب يكلمك في طب نفسي ايه علاقة اللي تنبى بعض هو في علاقة بس الفكرة انه امه مش مستخدم لا كتخصص هو في علاقة طبعا بس مش كتخصص انت كتخصص الاعصاب ما تفهمش حاجة في الطب النفس ما تقدرش شخص الناس عليه كانوا اذن كانوا 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 زملان ما شفتش اليوفض بتاعت الدكتور حوضة بتاع كلك. كانوا بيعملوا كده يعني بالسم كاري بالقضمين كانوا بيعملوا كده بالفعل كانوا بيعملوا كده بالفعل كان بيبقى مثلا فيه في كل كان قرية دكتور واحد حلال صح بس فاللي هو يعني هو ده هو ده المشكلة فحيزتوا جز مع الدكتور يمين وشماد ماشي اللي هو بص مدام قفشك انك قاري هيطلع عينك ما تحسسش ما تتنططش عليه وفي الاخر وفي الاخر بعد ثلاث سنين رح رميلي كده ايه اتونكستين طب انت يعني الكلام بعد ثلاث سنين بعد ثلاث سنين ثلاث سنين ما فيش هم اي تحسن نهائي ومفكرت اشتغيره ومفكرت صبعا وتوصلت مع حد من دولة تانية من هي عمه وبتكادرت بالك كلها مش مكفيناك واحد ما عجبكش الدولة بره اقسملك بالله يعني يلا الحمد لله على خايف ما استعرفني من دحكتي يعني يعني يا سيدي ما ما تقلعش محبش عارف فقد وصلت مع حد من دولة تاني وحاولت ان انا اقار مبرة يعني دي كانت بداية معرفتي ان فيه طب بره خالص غير الطب بتاعنا اللي هنا خلاص بقى بره طب وهنا طب خلاص ده حاجة وده حاجة تانية لايت ناس بالشغل بشكل منهجي مفيش بقى واحد فيه سست فيه سست اختبارات وحاجات بقى وافلان فيه منهجية فيه خطوات فيه خطوات طبعا فيه خطوات ما ينفعش حاجة قبل حاجة اه طبعا طبعا انت عندك الدكتور بص لك كده افتح الكشافة بص اشوف الجنين اعرف على طول انت هنا اول دكتورة شفناه هنا كان عشان ابني الاول فقلت لها ان تشخص ازاي كنا في البحرين ودكتور هناك شافه كان مصري بص عليه كده قال لي اه صح هو ايدي ايش ايدي ازاي يعني شمه استغربت يعني ايه بصلك ده عارف يعني اشامبو يعني اعرف ازاي نشف حاجة ازماء ما عملوش اختبارات يعني 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 طبعا قمة المهازل وهتكلم مع حضرتك برضو في حيث التشخيص دي ان انا هحط فيها بوينتس هتقفل الموضوع ده يعني نحاول نحن نقفله فبعد ما بعد ما بعد ما عدى الحوار وكلمت مع حد وره وكده فاكتشفت ان هو فيه طب تاني خلص وانحنا الطب اللي عندنا هذا الطب البديل فما علينا طب بديل بس ففهمت ان انا ADHD يس فاينالي انت كده درسه ما كنت يعني قريت عنه كده في الفرمكولوجي حاجات بسيطة ان فيه حاجة اسمها كونسيربا بيستخدمها الاطفال اللي بيقعدوا يتنططوا يلعبوا والحاجة انت أصنسي دالة ولا طب لا طب طب بس الفرمكولوجي هم ندرسها في طب لازم ندرس فرمكولوجي في طب يس لا انت لا حسن هو طب نفسي بيديدسه في طب نفسها ولا بتتخصص فيه بعد ما بتخلص ولا لا بيديدسه في طب يناخده على شكل بلوكس كده يعني في آخر سلس سنين انت بتاخد 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 manga الطب النفسي بتاخده في الكلية وبتاخد منعج بطمة بتاخده في الكلية وبتاخد منعج جراح بتاخده في الكلية وبعدين بعد ما تخلص لازم تتشتغل عليك لين كان بقى علشان خاطر تقدر انك تفتح او تشتغل في مكان برايفت لوحدك يعني او يبقى معك خلاص رخصة ان انت تفتح وتشتغل وتعمل اللي انت عايزه ده بعد الخمسة وتلاتين ان شاء الله يعني فبس فهي دي الفكرة فهي الفكرة كلها انه خلاص انا اكتشفت اني في طب تاني وكنت يعني كنت قارع عن الموضوع طبعا كنت عارف وحاولت ان انا ما عملش اي بايس على الدياجنوز بقدر الامكان لذلك انا كلمت تلاتة او اربعة وواحد بس فيهم في نصر بعد ما كلمته وتكلمت معك هني متفهم شوية ده واحد من وسط خمسمية واحد والفكرة انه مش معروف يعني ده اللي يشلني مش معروف خالص نهائي وبعد ما تكلمنا عرفنا خلاص خلاص يا جماعة ده فيه اي ديتش مرحلة بقى ان انت بتتقبل بترجع بقى فلاش باك لوراك وتبتدي ترجع كل حاجة من الصباح الصحيح انا كنت صحي بس العالم كان غلط في الحتة دي انا كنت غلط في الحتة دي بس العالم كان صحي في الحتة دي انا كنت صحي في الحتة دي انا كنت صحي في الحتة دي فتبتدي في مرحلة بتيجي بعد ما بتكتشف التشخيص غالبا غريفين انت بتبقى يعني بس ما علشان عندي تحفظ هنا احنا كهداد حتى لما بنبقى غلط بنبقى صح ازاي لأ مش حايز اقول كده احنا حتى لما بنبقى غلط بنكتشف بعد كده ان احنا الغلط بتاعنا هو الصح مش عايز اقول كده علشان يعني لاب عندك فيه قلبك كده بيقولك ان فيه لا يا جيد عالي الصح كده واحيانا يعني فهي دي المشكلة يعني ان الواحد اتاه كتير عبال معارف مش كده بعد معارف بييجي كده مرحلة ان انت غضبان من العالم بعدين بتتحول في نهاية العلاقة لانك واحد متعاطف مع العالم وده كلام عميق شوي يعني انت في الاول بتبقى جضبان بتبقى زعلان خلاص وغضب وانا انتو تعبتوني وانتو السرد والسبب طبعا في ايه ده لسه نتكلم عنه انه مفيش ايه دي تشيري من غير ترومة عشان نبقى صراحة بيبقى فيه غالبا ترومة اه كتير اه كتير اه اتعدش اه فبيبقى الشخص ده غالبا غالبا فيه ترومة ترومة كتير بدرجة انه يجي العيان short term memory بتاعته مت بهدلة مش فاكر هو تغدقين بارح بس فاكر ببقى لما ضربه من الخمسين سنة بالعصايا لا بس هي في حق يعني ثقافة اللوم نفسه يعني هي لو هي موجودة عند الشخص هو بي يعني يعني عموما برفلكت او بروشكت يعني اللوم عنده ده option بيحصل لكن لو مش موجود اصلا ما بيحصلش ده لأسف هنشي يعني معرفش مرحلة الغضب دي هتيجو ولا لأ هتيجو هنشي غضب من ايه ما هو ما بيلقومش حد هو يعني هو مش هو بيبقى مطلغبط وبيبقى frustrated كده ومطلغبط يعني أنا عندنا يعني أنا طول عمري حاسس ان أنا عايش بطولي في الدنيا حتى وانا وسط اهلي يعني بس انا عمري ما حسيت مثلا ان انا مش يعني ان انا ليه اهلة سند عليهم مش تأصير منهم بس هو احساس كده انا حاسس كده فدايما حساباتي بحسبها ان انا الوحدي فكل حاجة لازم انا اللي هعملها الوحدي وانا المتحمل مسؤولي كل شي أوكي فما فيش مجال ان انا هلوم حد على حاجة يعني ده مش option متاح عندي يعني أنا ما حاولش اقومه بس هو ما بيخترش في بالي أوكي ده حاجة كويسة يعني فأي موقف يعني عندي في حاجة انا عملت حاجة انا فيه اختيار انا اللي اخترته أوكي واصلا انا ما بديش مجال لحد يخصبني على الحاجة او يفرض علي حاجة فهلوم هلوم مين على ايه ما انا اللي اخترت كل حاجة أوكي لكن لما الواحد هدى يعني ده التأثير اللي استمر معايا للدوة يعني الدوة تأثير المنصب بتاعه أقل كتير اوه انا ده سجاي في الحتة دي فأنا ممكن اتخيل ان هو ما عدلوش تأثير لكن لا لكن الهدوء اه طبعا مستمر طبعا لان انا ما بوقفه مثلا اخولي بيدي برجع في كتابقة انا ببقى شخص تاني زمان يعني بييجي عليها وقت مش طائق كلمة من حد مش مستحمل life saving اه فالحتة دي يعني الحتة دي ده الفرق الفرق المستمر اللي فرق كتير في حياتي يعني هو ده اللي خلى عندي يعني ما بقى كده ما هديت بقى عندي حتة فعلا التعاطف مع العالم يعني يعني الناس تصعب عليها يعني جانب الامباثي عيل كتير وكان موجود بس بقى أحلى بكتير دي حاجة كويسة ده دليل عن علاج نجح اه لا ده من من اول يوم اه ده من اول يوم ده ما شاء الله بجد انت نسمة يعني ما هي الفكرة في يعني ايه ما هي المهوخاء ما هو الدوية يشتغل ايما يشتغلش ايو 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 الفكرة ان المنصطات مع الهداية بتهديهم ايو طبعا 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 في ناس بتاخدهم بتنام لا مش للدرجاتي لا والله والله العظيم في ناس بتاخدهم بتنام من اول يوم اه والله في ناس بتاخدهم بتنام يعني مش طولر طب ما هي اخي الدوة غلط ولا لا لا ولا عاملينه من بسلم حمصة باطن في زي القهوة ولا في مصر ممكن ما تستفعتش لا 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 لسه جايلك 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 بس جايلك 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 انا في الكلام ده كله انا معبي لا المسألة ان انا ممكن اخده انام دلوقتي بس الوقتي بعد ما بقى فيه طولرانس اصلا من التعم الارهاق باخد دوبنا بالعكس هو ممكن كمان في الاول ان هو ياخده انام فعلا وده بيحصل مع داوة معين مش عايز اقول الاسم ولا نقول لها سامعاني ليه ايه مشكلة هو عادي ماشي مثلا الاتوموكستين الفكرة فيه ان هو انا المادة الفعالة بتاعته ده البراند ولا المادة الفعالة انا مش معرفوش ده الاتوموكستين ده المادة الفعالة بتاعته ده زي الستراتيرا ده استراتيرا ده براند نيم من براند نيم هو يعني هو هو طب ما ده مهد ما طبعا ياخده وينام لا 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 انا المهور في استيميلانت ساعتها ياخد ده استيميلانت وينام والله هي الفكرة في ايه الموضوع اللي هي علاقة بالجي اي تي ومش الجي اي تي بس دي جامعة دي لا لا جايتين اللي هي القناة الهضمية القناة الهضمية اللي هي بتنتص كلمني كله كلمني بالحاجة اه اه ماشي الحاضر اي بس لما اخصر القناة الهضمية هي اللي بتنتص الدواء فالفكرة وبعطيني الكبد هو اللي بيعمل هضم للدواء مش عارفة ترجم يعني هو بيهضم ترجمي هو بيهضم اه ماشي يمتص ماشي يمتص فالفكرة ان قد ايه بيدخل في قد ايه ده بيفرق من شخص لشخص يعني عندك مجموعة انزيمات اسمها سي واي بي اه اه خمسة عشرين ده بانك ده عارفه ده مجموعة انزيمات والله طب ما انا قلت مجموعة انزيمات اعمليه تاني اه اوكي اه امش هتكلم ميديكر تاني خلاص اه سين يه به خمسة عشرين بس الفكرة ان يعني ده هو زي الاستراتيرا اه ده حاجة تأثيرها مش فوري ما هي بتاعها يعني بيتراكم بيحتاج وقت عشان اثره يظهر لكن استيميلانت بتاخده من اول من اللحظة ما بتاخده اثره بيبان وبينتهي بعد كام ساعة وبيروح بيختفي كأنك بيخدتش حاجة هتلاقي فيها باشا شفت بصدات كتير الناس منزلها يعني انه هو بيأكل الدواء ينامه انا شفت حالات كده ايوه ما هو مهدئ مش منشط لا مش بتكلم على الاستراتيرا بس استيميلانت يعمل مرادوكسك على افاكت فيقوم بعد الساعة خيئ جدا بقولك فيه عناصر كتير اولا يمكن يكون مرهق جدا فياخد ما ياخد حتى لو شير بقهوة بينام زي الميلاتونين زي الميلاتونين بيفرق تأثيره من الشخص التاني بشكل كبير وده هنتكلم فيه حاجة تانية انا فعلا لما ساعة باخده ونام هي ساعة لما تأثيره يظهر وانتا مش هتاخده بحسب اخده مع اكل ولا اخده على معده فاضية او ده بيفرق جدا ما هي دي؟ طبعا وكمان شارب شاي او قهوة او حاجة اه طبعا انا عرفه ان هو في الفايفنس او الالفنس تركيبة بتاعته معمولة بشكل انها يعني لو البيئة حمضية ما بيمتصش ده حقيقي ده حقيقي لو اتشرب مع اي اهوة او اي حاجة او جريفروت او بورتقان او لمو او اي حاجة ما بيمتصش لا ما بيمتصش لا فده ده عشان كده بالضبط وفي حاجات كمان بتعكسه وبتعكس تأثيره يعني انا اكتشف الواحد يعني انا رحلة من المعاناة انتسايكوتكس لا حاجات ما تخطرش في بالك ما تخطرش في بالك انها تتفاعل معا في القهوة مسلا جيب قهوة بيبقى فيها القهوة او الشايلة ايه الشايلة اللي هو الكرك من ضمن التوابل اللي بتحط فيه جوزة الطيب جوزة الطيب دي ايه كله سنطل اتتسطل من رغم انها يدعوبك بس نكهة يعني مش حاجة بس لا يومك راح دايخ ومتبقى شفاين فيه دوخة وصداع ومتبقى شفاين فيه ده انا رسا دخلك في الموضوع والعجيب كمان كابسولات زيت السمك الان جسري مع الناس بياخدوها بيقولوا بمفيدة انا يعني بس دي مشكلة تأثيرها بيظهر تراكمي انا بدأت اخدها بالليل مثلا لاحظت انها بتساعدني في النوم لان كان عندي مشاكل في النوم لكن بعد فترة لا الواحد بدأ يدخل في حالة توهان نسيان وتوهان وعدم تركيز ومتبقى شفاين فيه لان ما ده بيحصل ببطن انت مش راين فيه لغاية فيهم مثلا الدواء يخلص فما تاخدوش اللي بتاع الكابسولات الأمجة تخلص ما تاخدهاش اللي نفسك فقط ترفع من هي كانت هي السبب طبعا 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 وفي ناس بتاخدها بيجيلها دي براش عشان كده ما ينفعش ناخد اي على انها من غير استشارة طبيب وده اللي بيحصل لا خصوصا لو بتاخد دواء تاني ما هي مشكلة في التفاعل الموضوع ده بقى يعني بيرعبني من موضوع تفاعلات اللي ده بقيت ببدأ في كل حاجة بكلها باشرب ايه بالزبط لان يعني الواحد عانى كتير من الوضعات بس باش فدي قصتي يعني فبعد كده بدأت بقى رحلتي في ان انا افهم اذاكي لنفسي فليحطرق العالم لأسف الشديد لان ما فيش حد هيساعدك الا اذا كنت ناجح وانا كنت بحب النجاح فانا بسيك ان انا انجح وبقى كويس علشان خاطر الناس ان انا ما زلت برضو برغم الفترة اللي اخدتها في العلاج الطحن دي لا ما زلت برضو بسيك الفاليديشن انت سامهاو يعني سامهاو كل الناس بتسيك الفاليديشن يعني حد شكرا محد شكرا يعني اكيد طب انت المشاكل اللي انت قلتها دي كلها يعني تسبب في اي تعثر في الدراسة او لا حاجة يعني طولت اكتر من اللي لازم في الكلية لا لان انا كنت عامل كوبينج كان لازم كويس جدا خلالي ما طولتش في الدراسة ولكني مش الاول يعني في هذه الفكرة وانا وانا اتشيفر وزهاي فونكشن جيد اي تشلي فانا لو مش الاول انا خلاص كده يعني كان ده كان نظريتي زمان يعني اللي هو انت مش الاول فانت صفر اللي هو انت واحد ولا صفر انا ما عنديش معين من الواحد والصفر فيه اعداد كتير يعني حاجات كتير كده بتوعب بيادة يفهموها بس في عادة يعني انت مش ستبقى واحد يعني هتبقى صفر لا بلاش الورو نون سينكينج يعني بس ده اللي بتحسن معنا سؤال هنا صح نقطة مهمة هل كطبيب نفسي متخصص في الـ ADHD عنده ADHD هل بيبقى فاهمه للموضوع وفاهمه للناس اللي بيتعامل معهم احسن من اللي اللي معندوش الحتة دي مؤسرة اه جدا 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 مشاكل مرعب يعني ان انا من اول ما بيدخل ويبتدي يتكلم بص هيظل الكلينيكال سينس عند كلينيكال جودجمند هو الاساس في حياة اي طبيب لان انت حتى تترامل مع بنوك كتير قوي اه ماشي هايظل هايظل لا بس كويس انك بتوزعها لأكتر من بنك يعني عشان كل بنك بقى فيه خدمة يعني خدمات مختلفة مزايا مختلفة استفدنا من كلهم اوزرني اوزرني اه الحس الكلينيكي الطبي الطبي اه الكلينيكي للطبيب هيظل هو الاساس يعني مثلا ممكن دكتور البطنة انت بتشوفه مثلا اه دكتور البطنة لو اعتمد على على الاشاعات والتحاليل ولغى الانستينجز بتاعته اللي هي الحواز بتاعته كطبيب هو فشل كتسقط سقط مذهبه لان بليفيور انستينجز متساعد بتبقى هي الصحة حاول تدور على كل حاجة لحد ما تزهق لحد ما ربنا يبعط هو الحادس بتاعه بيكون بوصلة بس لازم يعمل التحاليل واشاعة انت الحادس بيوجده يعمل تحاليل فانهي سكة بدمامة كل حاجة بالضبط بالضبط هو ده ده مهارة الطبيب فلذلك انا بفهم العيان من اول ما بيتكلم انا بحس ان هو ده خلاص في حاجة انا هحاول بقى اكتشفها لا ده مفيش حاجة طب ما طب ما لا يطلع فيه فبقى مع الوقت خلاص الموضوع بقى من نسبة لي سهل بيتفهم الحالة بيتفهم كويس قوي يعني انا انا كنت عامل زي المكشوف عنه في الحجاب كده اللي هو على فكرة انت الشواف اه جدا اللي هو انت طب ايه اغبار البيت عندك بيت يا دكتور مالك مال البيت فاقول له مثلا لا ايه اغبار الطفولة ايه اغبار الوالد والوالدة ايه اللي اغبار في الحتة دي مش عارف ايه طب على فكرة انت بتعمل كذا علشان خاطر ده رفليكشن من التروما اللي كانت عندك وده كذا وده مثلا مش ايه دي اتش دي او لا ده ايه دي اتش دي مع تروما او ده ايه دي اتش دي بس لا فيش تروما فانك تفرق ما بين الحاجات دي ده انا حاسس نفسي ان انا في موغوب الحمد لله يعني ده انا حاسس نفسي وبرضو في حتة الامباسي وده نوعا من بهدني انه هو ده مش صح قوي انك تبقى امباسيك يعني عندك تعاطف شديد مع الحالة ده ده دatas انا مش عارف ليه ده اتحطينه في القوانين ان هو مش صح بس تمام انا عارف بس انا يعني يعني كان نفسي ان هو يكون في قانون اللي هو لو حد نيرو دي فرجنت عادي يعني يسمحو لو هو كان انباسيك يعني لو هو كان عطوف او كان حس هي الفاکر ان الامب Schn بقى سوق يعني ما تحط قاعدة لازم تمشيي عالكر مش هينفع مش هينفع ليكون فيها استثناءات لكن الأمباثي مع ناس مش سوية ممكن يخلوهم يتحكموا يحاول يتحكموا في الشخص طبعا طبعا بشكل ممكن يكون فيه تعدي على خصوصيته ويكون مؤذي ليه أنا كنت في الأول كده أنا كنت في الأول كده كان في البداية لازم كنا نتعلم فأنا خدت وقت عبر ما تعلمت خدت وقدي خدت وقتي عبر ما تعلمت فهمت أن فلان ينفع ينفع معك أنت تتعاطف بس تعاطفك أخر وأنك تفهم وأنك تعرض المشهورة أنت ناصح لكن ما تلومش بقى لو ما أخدش بالنصيحة أو أثر جزء من تعاطفك أنك محتاج تصبر وما ترزرش أحكام طبعا طبعا أكيد وجزء من تخصصك جزء من فهمك حاجة متخصص أنه أنت عارف أنه أكيد ده غصبا فأنت هتلومه على أي أساس وصفتك إيه طبعا طبعا ده مش واصي عليه أكيد طبعا هو فيه إمباسي بس بتبقى أنه أنت متعاطف معاه جدا أيه التعاطف ده آخر وأنك تقدر الظروف جدا فتنتنع عن اللوم بالزبط خالص فهو دي الفكرة أنه الطبيب النفسي حاليا بقى موضوع كوميرشيل بشكل بشع اللي هو فلاني فلاني هو حالة هو حالة هي بص هي حاجة طبيعية لأنه هو ودي معضلة مش عارف دي عموما أو اللي عند الهداية أنا عندي عموما دي مشكلة أنا شايف أنه فيه تعارض مصالح دايما بين من حاجة الواحد يكون بيختم بها الناس بأي شكل من الأشكال ويكون لها مقابل مادي سواء في علم في طب في أي حاجة خدمات حاجات يعني أعمال مجتمعية نشاط نشاطات مجتمعية يعني دايما بلاقي عندي مشكلة في الموضوع دا يعني ما أقدرش أن أنا أخد لها مقابل ما أقدرش أزمة يعني والموضوع دا ممكن جاي علاية كتير أن أنا خسرت كتير بصرف أنا من جيبي في حاجات كتير عشان بس تستمر شايف أنها بتفيد ناس وكان فيه مجال وكان متاح أن أنا أتربح منها مثلا ما كنت برفض جيت على الجرحة يا باشا الله وكان ببصّل أنت عبيت أنت عبيت لا لا هو يعني أنا ببصّل أنا الوقتي برجع بفتكر فعلا أنا فعلا أنك كنت عبيت هو طبعا ما هو لازم نعمل إذا حد ما في حتة معينة لازم بيحصل فيها كان عندي إذا مش عارف نعيش كان عندي موقع كبير كان فيه بتاع منتدى من قبل الفيسبوك أوكي وكان يعني كان عليه كان كوميونيت كبير يعني وكان ممكن أكسب منه كتير من خلال الإعلانات كنت برفض أوكي من جيل عروض تحط إعلانات وتاع برفض لا أنا مش حط إعلانات وكان ده وده كان ده كان الغريب في الموقع إن الموقع الوحيد اللي بالشكل ده مفيش فيه إعلانات خالص أوكي كون بدفع من جيبي أنا اللي بدفع من جيبي المصاريف كل حاجة أوكي والناس يستفيد برضو بس أنا مخسرش فهو ده يعني عدم التحكم في الحتة دي يعني الحمد لله هل قلنا بقول ليه كان كنت بقى أقولك إن هل شايف إن الشخص المتخصص طبيعي المتخصص اللي عنده ايه دي ايه دي فيه فرق بينه بين الطبيعي المتخصص اللي ما عندهوش ايه دي ايه دي اللي اتنين بيبصلوا لمرحلة المعينة بيبقى مكتهد فيهم أكتر واللي بيدور أكتر واللي بيتعب أكتر هو اللي ربنا بيوفقه هو اللي بيتوفق لكن 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 هي برضو يعني مش عايزة لا فقدرته على فاهم الموضوع بصراحة اللي عنده طبعا اللي عنده طبعا حاجة طبعا اللي عنده بيحساس بالموضوع غير التعامل النظري فيه فرق إنك تعمل مع معلومات مجردة هي معلومات مجردة لكنك تبقى الموضوع يبقى تبقى أنت متشرب وحاسس بيه لأن انت بتمر الكلام ده كله تخط التجربة بنفسك طبعا بتفرق بتفرق طبعا بتفرق بتفرق بسيحنا مش عايزين نحبط الأخوة اللي عنده بيحساس وتخصصوا فيه لأن هما هيوصلوا المرحلة بالاجتهاد نجيب له يا باشا يجي لو احنا نجيب له ايديش مش هنغلب بالله يا فاكرة خدمة جديدة لنعملها بحلوس أعوذ الله لما عندهوش يجي نجيب له ايديش سؤال حاليا الوضع في مصر بالنسبة للعلاج شكله ايه؟ نجيب يسألونا على الموضوع ده ما بعرفش أقول لهم أنا أحاس أن الحاليا في مصر فيه أزمة في الأدوية عموما كل الأدوية زفت فمتخيل أن الوضع فيه هنا كمان أسوأ بكتير بص 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 يا باشا النشكلة النشكلة أنا عايز أشرح هو ليه العلاج ماشي غلط في حاجات لازم ناخد بالنا منها كويس قوي الحاجة الأورانية اللي أنا عايز أقولها أنه الموضوع يا أخواننا مش أنك ترمي حباية في الحصالة وخلصنا لا 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 ما خالص الموضوع أبعد من كتب كتير ومحتاج دراسة ومحتاج فاة الموضوع مترابط بشكل كتير مش فاهم يعني ما راح أشرحها يعني يعني أنك تكتب حباية دواء يعني وحاولا حباية بزراء أه 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 حباية دواء أنك تكتب روشيتة كده فيها كان اسم دواء عشان خاطر شركات الأدوية ده مش حاجة صح يعني يعني ده ده مش مش الأبروتش الصح الأبروتش الصح اللي المفروض يتبع إن أنا أشوف والله ده أنا جاي لي دماغ واحد دلوقتي فيها مشكلة خلص فيه دماغ فيها مشكلة أنا بقى أشوف إيه أربع حاجات أهم أربع حاجات الجهاز الدوري عامل إزاي الجهاز المناع عامل إزاي الجهاز العصبي عامل إزاي الهرمونات بتاعت الشخص ده عاملة إزاي لا دي طريقة العلاج آه أنا بقى سأل الدواء نفسه موجود أصلا ماشي بقى ده سؤال تاني ماشي لا الدواء مش موجود طب بقى طريقة العلاج لازمتها ما ده مش موجود أنا دخلت منك إن أنا متسرع شوي أنا دخلت منك في سؤال بعدي هو العلاج مش موجود أتموكس إيبكس مثلا مثلا إيبكس تأسم شركة ولا إيبكس فارما أوكي الأتموكس في مينه كذا برند كذا الشركة تعملو آه طبعا في أتموكس تين بتعملوا شركات كتير أتموكس تين بتعملوا أكتر من الشركة في مصر هنجحهم على ذتطلاق وأفشل واحد فيه اللي هو الأتموكس إيه أفشل من ناحية إيه أفشل من ناحية إنه هو لا تسركوا لفكرة لأ مش نفس المادة ذي الفكرة بس المادة دي تعمل زي البسلغة البيوريتي بتاعتها المعت Lilian النقاط بتاعها كان عامل زي ايه المواد التي تضافت عليها المفروض التي تضافت حاجة لا في حاجات تضاف لازم في حاجات تضاف لازم في حاجات تضاف الكابسولة الكابسولة بيبقى 10% منها بس العسرة في المقيم موجودين هيدين مشكلة مشكلة احنا لا ان العزر فيما يكونش موجودين والبيوريتي بتاعتها عاملة ازاي الشركات دلوقتي بتتحكي بغض النظر بغض النظر مشكلة مش في وجودهم الفكرة ان هي تكون موجودة او لا اعتبرها ان هي موجودة معمولة وحش اعتبرني اتعليكت اعتبرني اشتريت معمولة وحش الخلطة مش حلوة الطبخة دي مش حلوة الطبخة دي مش حلوة وقازت ناس كتير وتعبت ناس كتير وتلاقي واحد اخده انا جالي دي برش تدي له استراتيرا والله يرحمه يعني تضطلوا وصنعوه خلاص في العالم يعني ولا في مصر رسل في العالم ودي كارثة كبيرة انا رسل هتكلم عنها اكتشفوا ان في مشكلة وقفوه لا 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 في ظل عدم توفر الدواء بس لحظة انت في مصر مش موجود الدواء لا الاستيميلانت ولا النونستيميلانت اللي اتنين مش موجود الاستيميلانت موجود كونسيرتا موجود سهل يعني لحد بيجيبه لا 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 بصعوبة شديدة للأسف مش موجود غير في صيدلية واحدة بس في مصر اللي هي طريقة ايوه مش موجود دو الصادر واحدة عشان لازم هتجيبه برشدتة مختومة ورشدتة منختومة دي بقى بس الصادر الواحدة دي الصادر الواحدة دي الصادر الواحدة دي صادر الواحدة دي ما هو ماشي وماشي جرعات صعبة والمشكلة في ناس بتاخد جرعات معينة ما بيصرفش إنه مكتوب في الرشتة؟ لا دي المشكلة هي دي المشكلة يا ريت نحاول هو حد يكتب في الرشتة على البتين؟ آه ممكن ما فيش 52 ما فيش 18 ما فيش غير 36 بس ده إذا لقيته ليه التشدد الشديد من ناحية استخدام السيميلونت في مصر عشان مش في مصر بس تشدد في كل حتة في العالم كله وفي مصر تحديدا عشان السيدالة اللي في مصر عارف إنه ممكن إنه في لكتر كثير يعني أنتوا سايبين النايت كالم في السيدالة ببعض زي الملبس ومسكين في الكنسرتة؟ النايت كالم ده جدول؟ ده المفروض ينزل أمر جدول في الجداول الناس ما تكلمش عن المفروض واقعيا جدول؟ آه طبعا المفروض ينزل جدول لكن هو مش جدول لا إله إلا الله مش المفروض ماليش دعم المفروض مكلم اللي حصل فعليا دعم مش جدول يعني مفيش حد هتكلم يعني صاحب السيدالية مش هيتحاسب مش هيتحبس ماشي مش هيتحبس ما عندوش مشكلة ماشي إنما في حاجة تانية فيها كلبوش هيتحاسب طيب حلو بس على أقل رجعوا الإجراءات القديمة رجعوا الإجراءات القديمة الإجراءات القديمة كانت كويس كان عادي أنك تصرف في البيتين في الشهر لحد فيين مرضى محتاجين ده في مرضى بتحتاج ده ما هو مش فيه مشكلة في الستوك حاليا الستوك المشكلة دي بقى لها هلشوف قد إيه ومفيش حل ومفيش حل وفعلا بجد بجد في حالات محتاجة ده وفي حالات بتسافر سفر مخصوص علشان خاطر تشتري علم الدواء غالية 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 وظروف الناس بقى الصعبة هي بكام فول خمسمائة جنيه دول يعملون كم دولار خمسمائة جنيه أنا بس بس مع أرقام في مصر عارف هي بأن أرقام أنا مش فهم يعني خمسمائة جلي دول إيه يعني ده إيه ده كتير ده ولا أليه يعني يعني كم كيلو دول بالظبط يعني خمسمائة جلي دول مش عارف والله مرار مرار حاجة تحزن يعني لأنه كمان استراتيلا دولوقتي خلاص اختفى من العالم كله بس في نظريات تانية كتير يعني نظريات هي مش حقائق بتقول إن الشركات المصنعة للستيميلنتس هي عايزة تضغع على السوق وده مؤكد في حاجات معينة يا باشا معلش سؤال هو الشركة اللي بتصنع للستيميلنت ما بتصنعش غيره ما هي بتعمل اللي اتنين لا شركة قدوبة عندها خطوط إنتاج ماشي بتعمل يعني مش هي مش شركة قاعدة وهبت نفسها للستيميلنتس بس ما بتعملش غيرهم هابا بعطلك لينكس نظريات مؤمرة وكلام من ده فوقك بس الفكرة الفكرة شمعن أسبص يعني انت جاي شمعن على الاستراتيار طبما في أدوية كتير جدا للإدنش لانتسوا موجودة حادي وكل يوم بيطلع أدوية جديدة موجودة فين موجودة فين في مصر أنا مليش دعب مصر هو العقل في كي في كوكب برا مصر خلي بالك ماشي يعني شركات الأدوية مش حطة مصر في دماغها وحدة قاعدة المصر بتعملها خطة مخصوص لا هي مش قاعدة المصر بتعملها خطة مخصوص بس هي الفكرة انه هو أنا قريت نظريات هيا ببعط لك لينجلس بتاعتها نظريات ولا معلومات لا نظريات طبعا يبقى مش معلومات لا مش معلومات يابيض ياسود الحتة دي لازل يقول يابيض ياسود هي نظريات هي نظريات والمشكلة الحاجات الوحيد تتعلمها عشان تروق دماغك كهودهود وكركيب الكثير اللي منهاش لازل فالمعلومات اللي فيماك دي ده ما نفلترها يابيض ياسود هاتي فلتر من عندك عشان أنا عشان أنا عندي وظ ما أنا بقول لك بس أطر تسأل نفسك دي معلومة ولا رأي شخصي ولا ظن المشكلة أي حاجة ما لقيها رأي أو ظن برميها في الزبالة واسب معلومة بس أنا عندي عندي رأي فمش بحتاجة اسمع رأي حد تايح خليهول اللي أنا محتاجه ويفضل عندي المعلومة ده حاجة قويسة جدا بس الفكرة فهتلاقي الدوشة قلت الزحمة قلت الكركيب قلت وما تجي تفكر وتاخد قرار في حاجة بتلاقي الخيارات اللي أنت محتاج تدرسها ولينة وما ودينة ملمومة ده حي ده حي ده حي غير ما تبقى يعني عندك فلنعتبرها فلنعتبرها عامل محتاج تعمل حسابه و90% منهم مش حقي مش حقيق مش معلومة آه ممكن جدا ممكن جدا ممكن جدا لأنه لأسف كل حاجة تحتمل يعني فيها احتمالية حتى لأي حاجة فيها احتمالية رميها في الزبل كل حاجة فيها احتمالية بس نا مش كل حاجة مش كل حاجة فيها حاجات لأيها فاكتس خلاص مش فيها احتمالية ماشي يعني أنا هابدأ أتعامل مع الاحتمالية لما ما يكونش فيها فاكتس خالص أصلا ده حي حقيق بس ما بتعملش معها أصلا ما فيش عندك فاكس مش عاوز أتعمل معك أصلا مدام فيه احتمالات كله زي بعضه كله محصل بعضه فأنت هتدخل تضبش في الظلمة مش فرق بقى ده احتمال وده احتمال وده احتمال اللي خلى ده يعني أهم من ده ده حقيق يعني في النهاية كل الناس خير وبرك كل الناس خير وبرك عادي أنا ممكن أكون غلطان بس مشاكلة بس أنت عارف أن الهداية لما بيكونوا غلطانين برضو بيكونوا صحا ايه طبعا أنا النقطة اللي يمكن الناس كتير محتاجة يعني محتاجها هي محتاجة تعرفها هي إزاي يقدروا يوصلوا لطبيب متخصص وإزاي يعرفوا طب اللي هم راحوا له ده متخصص ولا لأ لأن أنا يعني مش حق أنا الناس كتير بتسألني فبدور عن نت وبلاقي أسماء يعني بس ما عرفش أكتر من كده وما بقاش متأكد يا يعني برضو ما عنديش ما يثبت قالي الإسم ده هلو ده متخصص فعلا أو لا لكن بقول لهم مؤشرات معينة مثلا أنه هو هتعرف من طريقة التشخيص شخصك إزاي هل دك اختبارات معينة ولا بصلك كده ده أول حاجة ده أول حاجة تاني حاجة الوقت اللي شخصك فيه برضو ده أحيانا بيكون عامل يعني واحد صعب مثلا يقول لها تشخصت في يعني في وقته وليل وبرضو صعب إنه هو واحد تاني يقول لي أنا تشخصت في أول جلسة أول جلسة كيتأدي قولي نصف ساعة صعب 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 هو الموضوع محتاج يعني المتواصل تاعه ساعة ساعتين مثلا أو بيبقى ساعتين ساعة الاختبار نفسه وساعة نقاش النتائج بيبقى ساعتين مظبوط 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 وبيكون فيه ممكن الطبيب بالكلينيكا الجملد بتاعه أو بالحس الطبي بتاعه إنه هو خلاص أنا خدت بالي إنه ممكن يكون مبدئيا ممكن يكون أنا حدسي بيقول الله أعلم ده احتمال بس الاهتمال ده محتاجين نتأكد منه محتاجين نتأكد منه فهي البصلة ماشية كده أنا همشي وشوف هي البصلة هتوديه فين ومنساش بقى الاتجاهات برضه دي حاجة مهمة إنه هو أحيانا أنا أطباء كتير هتصورني الطبي بايز فهو بيعتمد على بلح لا بافترض إنه هو عاوز أصلا يوصل لحاجة أو مهدم هي المشكلة إنه هو أنا كيمكن القناعة اللي عندي من ضمن العوامل برضه اللي ممكن تساعد الناس إنه هو إن أنا أفضل إنه يكون الدكتور في مستشفى مش في عادة خاصة بتاعته لما بيكون موظف في مستشفى بيكون محكوم ليه حد أكبر فيه من نظام حكمه وفيه حد أكبر منه يحسبه إنما اللي دي عيادته الخاصة هو مش هيقول لك إنه مش متخصص يحسبه على إيه يحسبه على إيه يحسبه على إيه إنه هو مثلا بيقوله على نفسه متخصص في حاجة هو مش متخصص مثلا مثلا بس هي الفكرة ما حدش يحسب حتى بش ما أنا بقول لك نظريا 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 يعني هو مش هيبرطع في المستشفى اللي هو موظف فيها زي ما هيبرطع في عياته هو على إألningen حسس إنه هم يتقايد شوية تماما مصبوص يتعاوز مشاكل أوه ما عندوش مبرر يخليه يجدد لأنه هو في الناعة ده مش بتاعته هو ما عندوش مبرر إنه خليه يجدد هو ما بيكتبش أصلا هو ما عندوش معلومة بس لا ماهو ما عندوش معلومة ما بيقولكش أنا ما عندوش معلومة كده كتب عليك ما بيقولش لا ماهو الفكرة هو مش متخصص في حاجة لا هو بيكتب أقول لك بيكذب فين لأنا فيه ناس وروني رشدات عجب كتب له فيها كله وفيتامينات ومكملات يعني مفيش علاج بس عشان يبقى اسم يكتب له رشد وغالية بيروح يدفع مبلغ وقدره في كلام فارغ ما يعملوش أي حاجة وبقى أي فرحان إننا روحت وتشخص وصرفت الدواء جبت إيه وريني إيه ده أنت مفيش ولا دواء في اللي أنت ورتهم لدول حاجاتي كلها شويت فيتامينات على زي تسامعك على بتقال فين العلاج فيش علاج ودافع كتير فهذا نصب طبعا لكن هو المفروض لو في مستشعى سواء حكومي أو مستشعى كبيرة يعني مفيش مجال مفيش مبرر يخلي ده يحصل أصلا هو أنت لو جايلك حالة أنت مش متخصص فيها عندك دكتور تاني متخصص المستشعى هتحوله ليه ومش هيبقى شكلك وحش دكتور فلان وإنت كله أنك دكتور وفاهم أنت عرفت أن أنت تخصص دكتور فلان ده مش معنى أنك مبتفهمش لكن فعياتك مش هتحوله مش هتحول الزبون اللي جاي يتفعل لك لحد تاني دي بس يعني عارف دي مجرد عوامل لكنه مش شرط أنت ممكن هناك توصل لدكتور فعياته بعرف أنه متخصص ومعروف أنه متخصص خلاص أنا صايح فيه ناس في مصر طبعا هي المشكلة حتى العيدة الخاصة في مصر تكلفتها أظن عالية بالنسبة لناس كتير جدا لك فيه ناس جربوا واتعاملوا مع مستشفى العباسية وسعداء بالنتيجة نوع ناس كتير فأنت من خلال معارفتك أو خبرتك في المجال ما رأيك في هذا الكلام أنا رأي أنه مستشفى العباسية وليس ما فيش مشكلة هي الفكرة كلها موضوع أنه ما فيش ما فيش حاجة ما فيش حاجة أنا ضمينها ما فيش كلمة أنا ممكن أقولها دلوقتي يعني ممكن يروح واحد النهاردة مستشفى العباسية يلاقي الأمور تمام بكرة ما يلاقيش الأمور تمام لا الفكرة عندهم عندهم ده كترة متخصصين آه طبعا عندهم عندهم ناس فهمة آه طبعا لأن فيه ناس راحوا وتشخصوا آه طبعا وتعالجوا فهي دي الفكرة أنت رايح مكان فيه ناس متخصصة وفهمة آه طبعا بس هي دي الفكرة اللي أنا نحف أن الناس بيدوخوا في النوم يدوروا على المكان فأنت مكان مكان فيه متخصصين مستشفى عباسية طبعا وتكلفته وتكلفته كويسة قليلة جدا آه وهو وأنت في كل الأحوال يعني مش هتعرف تاخد رشدة مختومة زي من عنده آه ده هاي فده ده خيار كويس هي ليها فرع في اسكندرية أنا ما عنديش فكرة آه يعني المستشفى الموازية لها كمستشفى حكومية في اسكندرية كان دي بقى الحتة اللي فيها انت نصيب كان واحدة سألتني من اسكندرية فقلت لها عليها راحت قالوا لها قالوا لها عشان شخصك لازم تجيبيني لحد من عائلتك يا سبحان الله يا حبي طبعا أنا قدامك أنا شخص ناضج هو بالغ راشد اسألني عن طفولتي وأنا جاوبك أعجب لك أم منين ولا بوي بس أنا عايز أقول لحضرتك رفضوا يشخصوها من غير وهي كان عندها مشاكل مع أهلها تقريبا ما محدش منهم هيرضى يروح معها ماشي بس أحيانا بيكون بيحتاج الرجل فعلا بيحتاج ان هو يشوف حد قريبك انا مش طفل أنا شخص راشد اسألني وأنا جاوبك أجاوبك عن طفولتي حتى ولو في حاجات أجيلك وليه أمري ليه ماليش وليه أمر ما تجيبهوش ما تجيبهوش ممكن تاخد تيست تسأله فيه في شوية حاجاته وتمع لا لا هم قالوا تجيبين الطريقة طبعا مش صح طريقة طبعا مش صح عارف حطولها العودة في المنشور فالسكة تقفلت تمامها وهو أصلا بيبقى رايح يعني مثل جلك فيعني مش عارف يعني اللي هو إيه لا هي مشكلة يعني دكتور الحكومة يعني انت ونصيفك بقى ولو قال لك كلمة خلاص مش هيرجع فيها فعين دي بقى يا عم يهديك يرضيك فأنت ونصيفك أنت اللي هيجب سكتك يعني بس أنا ما سمعتش حاجة مندي في القاهرة إنما بس هو طلب غريب يعني أنت صحيحة أنت محتاج تعرف تاريخه تاريخ الشخص من طفولته بس ده مش معناني ما يجيلك حد راشد بالغ هنجيب طرفها هنجيب طرفها اسألني أسئلة أنت بأنت صغير كان كذا كان وضع إيه هجوبك هجب عليك ليه يعني حيانا بيكون الموضوع مش بلاك تكلم مش خلاص يعني لو لو الرؤية واضحة تمام لو مش واضحة في كست في حل في يعني في أكتر من زاوية ممكن تتعامل داخل نتنشيش العيان زعلان كده يلا خير خير إن شاء الله خيرا خيرا هل لديك أقول أخرى ليس بعد ليس بعد مكملين إن شاء الله إن شاء الله يا سيد الفاضل والله اتشرفنا بيك الله يخليك وهساعدنا بالحديث معك ونرجو إنها تتكرر تاني إن شاء الله